طيب عايزة أتكلم عن المصادر يعني الواحد لما بيكتب سيرة سينمائية أو لو سيرة ذاتية عن شخصية ربنا يديره طبعا صحة وطولة العمر موجودة أعتقد أن الموضوع بيبقى بالنسبة له على قد ما هو ممكن يكون أسهل في أنه يجمع مصادره وأنه ممكن يرجع للشخصية نفسها على قد ما مش مسموح غلطة فيها كانت ايه مصادر حضرتك؟ مصادر الأساسية كانت أرشيف كامل لتقريبا كل حوارات الأستاذ داود عبد السيد أنا كان عندي تفكيرين تفكير الأولاني أن يبقى فيه حوار مباشر مع الأستاذ داود لأنه ربنا يدي له الصحة وطولة العمر مازال بيننا يعيش بيننا وفيه تفكير آخر أن أنا أرجع لحوارات الأستاذ داود عشان أشوف كيف تطورت أفكار أنا لجأت الحل التالي لأنه أنا مش عايز أفكار الأستاذ داود النهاردة أنا عايز أشوف كيف نمت أفكاره وهو يبدع أفلامه ودي سبب اللي أقول لحضرتك فكرة السيرة السينماية أنا عايز أعرف تصوره لنوع السينما اللي بيحبها اللي علاقته بالجمهور وأتكلم عن الجمهور بالمناسبة في الفترة الأخيرة كل الكلام على الفكرة اللي قاله الأستاذ داود أخيرا ده لجزور لجزور أنا راصدها في الكتاب يعني دون أي ربط بالتنين يعني أفكار الأستاذ داود تقريبا سبتة يعني أصدأ أقول لحضرتك أنه هو أفكاره عن السينما ونوع السينما اللي بيحبها ما ظهرتش فجأة دا تطورت طبعا